كما كانت مفارز للجيش الوطني الشعبي بمنطقة ايت يوسف بلدية القصر الواقعة جنوب غرب بولاية بيجاية من كشف تدمير مخبأ للإرهابيين يحتوي على أهراض مختلفة فيما تم بعين جزام بولاية ونراسط حجز مركبة ربعية الدفع وأربع دراجات نارية ومعدات تنقيب عن الذهب كما أوقفت مصالح الدرك الوطني ثلاث تجار مخدرات بحوزتهم 419 قرص مهلوس بعين تيموشنت في دات السياق تمكن